مرحبا شباب كيفكم وشنونكم ان شاء الله انتم بألف خير وسلامة معكم اهوكم من قاهر سوري بدأس جديد اليوم نحكي شباب عن سلسلة البين تستينج بترجعنا بدرجة بعضة طويلة البين تست ترافيك شو هاده السوفتوير لا اسمه ترافيك او السيرفاسيس نحن نحكي عليها كيف نعمله بين تست ونشرح شيه الامباكت وشرح بسيط عن هالسيرفاسيس طبعا هي الصغره ربحت عدة شركات بنيفير اخدت 100 دولار اميركي وشركات كتير ربحت منه 150 طبعا هي شركة الصغره تعتبر ميديوم اه تمام وفي شركات كتير مثل لينوفو وشركة نيفير الكورية اه تمام اعطوني 100 دولار اميركي هلا رحنا نحكي علي الترافيك الترافيك بنتست شو هو الترافيك او هو كلاود نيتيف ابليكيشن بروكسي هو بروكسي ريفيرس بروكسي او لود بلانسر طبعا ما نباعرف لود بلانسر لود بلانسر متل موزع حمولة بيكون عدة كلاودات بيتوزعوا الحمولة النتورك ترافيك بين بعضهم ان شاء ما يصير في ضغط كتير كبير على سيرفر معين وبيصدني طبعا كلاودينج فهي السيرفيسس بتسهل ديبلويمينج سيرفيسس الميكرو سيرفيسس مثل دوكر الكوبرتنس خدمات السيرفيسس الميكرو سيرفيسس فهو بيعمل إنتيجريشن و بيعمل متل إنتيجريت للهي السيرفيسس والإنفستركشور كومبانت معظم الشركات العالمية ستستخدم هاي السيرفيسس باسمه ترافيك تمام؟ السغرة ما فيه انه ما بيكون فيه اوثرايز 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 ما فيه يوزر نيب باسفور اي واحد بيدرسد للداشبور فبالتالي بيدر يشوف شغلات حساسة تمام؟ فوت على الداشبور فيه شغلوه في شغلات انترنالي داتا تمام؟ تمام؟ هو هادا بيستخدم بشكل عام بيتعامل مع الرايفيت بابليك كلاود برايفيت كلاود هايبير كلاود بيعمل هاندلينج لارج داتا هاي كومبليكس ديبلويمنت شغلات ديبلويمنت كتير كومبليكس كتير معقدة رينج بيتعامل معدد بروتوكولات بيتعامل باكيند وفورونتين تمام؟ الدور اللي يستخدمه هو shouldn't محرك shouldn't هو محرك أوسنت بيستخدم أوسنت وما بيعرف علم أوسنت هو محركات البحث بيتعامل أوسنت تجمع معلومات عن أي موقع دا تعمله تارجت فبتالي بدأت تخطرقه وتجيب معلومات داتا في بكون اي بيات متصلة بانترنت مثل كتير في شركات في zoom eye شونا منصات صينية اللي هو خطوات اللي بيعملها الهاكر هي أوسنت أو هي نوع جزء من الركنسس أو جمع المعلومات لأن الركنسس هو الكي بالنهاية تمام؟ فحنزل دعم الدور اسمه http title traffic حضوكم الرابط اسفل الفيديو طبعا حنحكي على الامباكت الامباكت هو xs can attacker xx without login or authorize xs تمام؟ وطبعا بهاد اللي حكي احفرجكم اياه اوكي طبعا منحط هاد الدورك انت فينك تحط ssl اللي هو هلا انا فيني يصدم مسلا فرنسا على سبيل المثال وخلينا نجرب مسلا على سبيل المثال OVH مسلا هي كلاود هي مو شركة OVH بس السيرفيس بيستضمو هي OVH كلاود يعني فحبرجي لكم الخدمة لو بسيط شوي ليفتح ما الانترنت تمام نت كتير كتير بطيء متلا شايفين هون عطاني ال traffic اللي بيشتغل هو ال port 8080 بيستخدم البروتوكول هو ال 44380 طبعا ال port الافتراضي هو 880 ل traffic هون بيكتب لك ال access ال router services ال middlewares عشان يعمل monitoring لل data ويشوف ال accounting ويشوف ال security تمام ني ما بيعرف ال middlewares هون services Udb عملي success تمام تمام هون نفوت على HTTP منشوف هاي الشركة طبعا متلا تلاحظو هاي الشركة اسمه Bolivillia.com هاي الشركة المالكة لل IP طبعا شارلة كتير سهلة ومالة صعبة منشوف هون مثلا IP internal مستخدم مستخدم المروتوكولات مثل HTTP 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 تمام مستخدم FTP تمام فهو اكيد لبوليفيا هون متجر اكتروني على اغلب هون TCP هون success service الشغالة يعني هاي الطريقة الهكي اذا ضدتوصل الى شعرات انترنالي او ضدتوصل الى هاي الداشبورت بتصور سكرينشات وتبعتلون للشركة وبطللون impact authorized access وطمعا حيابلوها 100 ما حيابلوها حيابلوها حسب الشركة شو بيعتبرو ال data الموجودة فيها حسب الداشبورت انك هتعتبروها انا بلا اغلع وبيعتبروها ميديو او لو تمام فايب فهيك شباب تكون ما تشتر بنومي لايك وشاله يكون عجبكم الدرس وشال الله ازو عجبكم الدرس اعطمونوا لايك ودعموني على القناة وان شاله حامل دروس اكثر واكتر ع القناة ونعملكن دروس اكتر اكتر ع ال Bent Testing اكتبوني بالطريقة ان شولي دروس Bent Test Services او الشغلات نعمل Bent Test نشرح عليها فكرة بسيطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته